تأتي بيانات الولاء الصادرة عن القبائل والعوائل البحرينية لتشكل صفعة في وجه نظام قطر وعملائه ليس جديدا ولا مستغربا هذا الالتفاف والاستفاف من الشعب البحريني الوفي الكريم الذي أثبت في مختلف الظروف والمحن تلاحمه وتماسكه والولاء والبيعة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمختلف أطيافه ومكوناته بيانات الولاء الصادرة عن القبائل والعوائل البحرينية أرسلت رسالة لا ريب فيها بأن النظام القطري توهم أنه قادر على المساس بالوحدة الوطنية لأبناء الشعب البحريني بمثل البرنامج الذي بثته قناة الجزيرة مؤخرا وأن شعب البحرين بكل أطيافه يقف صفا واحدا خلف راية الوطن وقيادة جلالة الملك وأن مملكة البحرين ستظل عزيزة عصية وأن أي محاولات لشق الصف الوطني ستخيب وسترتد على أصحابها القبائل والعوائل البحرينية أكدت أن حملات دولة قطر كان مصيرها الفشل ليضاف إلى سلسلة من الفشل لأجهزة النظام القطري في بث الفتنة في البحرين والتي دائما ما تنهزم أمام صلابة الشعب الأبي ووقوفه خلف قيادة جلالة الملك المفدة وكانت البيانات القوية والشديدة الصادرة عن كافة القبائل والعوائل البحرينية الكريمة الضربة القاصمة للمخطط القطري سيحفظها التاريخ بمداد من نور لهذا الشعب العظيم وتؤكد جميعها على قيم الولاء والانتماء المترسخة لدى أبناء الشعب والتفافه حول راية الوطن بقيادة جلالة الملك أيده الله حملت بيانات القبائل والعوائل البحرينية الكريمة في طياتها العديد من الرسائل لعل أبرزها أن جميع أبناء الوطن هم في وقت المحن والشدائد على قلب رجل واحد ودى كل من يحاول العبث بأمن المملكة واستقرارها وأن البحرين عصية أمام محاولات النيل من نسيجها الاجتماعي في ظل قيادة عاهل البلاد المفدة كما تحمل البيانات تأكيد وقوف أبناء البحرين صفا واحدا خلف جلالة الملك المفدة ناذرين الأنفس والأرواح للدفاع عن تراب هذا الوطن العزيز وبما لا يدع مجالا للشك فقد شددت البيانات وبكل قوة على الرفض التام للتدخل في شؤون المملكة من أي طرف خارجي كان واستنكارها للتدخلات السافرة للنظام القطري في شؤون مملكة البحرين الداخلية وأكدت العوائل استنكارها وإدانتها لمحاولة النظام القطري عبر قناة الجزيرة الإساءة إلى مملكة البحرين الغالية ومحاولة النيل من أمنها الوطني عبر تلفيق للدعاءات وبث الأكاذيب وأظهرت البيانات إدراكا قويا لمخططات النظام القطري وأعداء الأمة من أجل النيل من أمن واستقرار دولها في إطار مخططات الفوضى أكدت البيانات أن ما يقوم به النظام القطري وقناة الجزيرة لا يمثل موقف الشعب القطري الشقيق التي تربطهم علاقة النسب والمصاهرة مع العديد من قبائل وعوائل البحرين إن هذه المعاني العظيمة الواردة في البيانات الصادرة عن الشعب البحريني الكريم والموجهة إلى جلالة الملك المفدى هي أعظم برهان على وحدة شعب البحرين